مستمعي الكرام ما زال الحديث عن المكتبة موصولا والآن جاء دور بياننا لأهداف المكتبة إن الأهداف التي من أجلها أسست المكتبات وانتشرت في أماكن عديدة تكمن في النقاط التالية أولا من أهم أهداف المكتبة أنها ترغب الجمهور في القراءة والاطلاع وكذلك في الأساس طلاب العلم في جميع مراحل التعليم إن طلاب العلم هم المعنيون بالمكتبات وكذلك الجمهور مراعاة لوقتهم وحفظا على جهودهم كذلك من أهداف المكتبة أنها تنمي المواهب الفكرية والعلمية لدى الجمهور عام والطلاب بوجه خاص أيضا من أهم أهداف المكتبة أنها تملأ الفراغ لدى الطلاب في القراءة والتعرف على الكتب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بدلا من إضاعة أوقاتهم فيما لا يفيد ولا يجدي أيضا من أهم أهداف المكتبة أنها تنمي القدرات التي تقوي الاعتماد على النفس وذلك بالتدرج في البحث وكسب المعارف رويدا رويدا أيضا من أهم أهداف المكتبة أنها تساهم مساهمة فعالة في بناء المواطن الصالح المصلح حيث تمثل وسيلة من أهم وأخطر الوسائل التربوية قديما وحديثا وذلك إنها تهيئ للإنسان غزاء عقلية وزادة روحية كما توسع فيه مداركة وتقلل نسبة الجهل إن لم تقض تماما عليها إن الجهل والفقر والمرضى هي أعداء أعداء المجتمعات ومن هنا تعمل المكتبة على حل هذه المشكلات وكذلك من أهدافها أنها تغرس في روادها عادات اجتماعية جيدة كالتعاون والمحبة والأمان والعمل بروح الفريق واحترام الناس وتقدير الفروق العقلية فيما بينهم كما أن من أهداف المكتبة أنها تساعد في الكشف عن الميول الفرضية والمهارية الشخصية وأيضا تساعد المكتبة في تنمية الذات وتحقيق الاستقلالية العلمية بل وتحقيق الشخصية الإبداعية كل ذلك لبناء المواطن الذي يتعامل مع المؤسسات بشكل أمثل وإذا كنا في هذه الأهداف قد بينا بعضها فالآن يطيب لنا أن نقف على أجزاء أخرى من أجزاء المكتبات وذلك في المرحلة التالية ترجمة نانسي قنقر